موسيقى وقد أجريت أيضا قراءة الجمباز الفن الرجال وسيدان في مختلف المسابقات للفرد والفرد وسط تفاؤل كبير من أسرة الاتحاد بالفوز بمداليات ذهبية لبرنامج ستوديو الرياضة تقرير إبراهيم حددين موسيقى 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 إذا المشاهدين شاهدنا مراسم هذه القرعة من خلال تقرير زميل إبراهيم حددين قرعة متوازنة لبعض المنتخبات قرعة متوازنة أو غير متوازنة لبعض الآخر في تفائل وفي تشاؤم بالوصول إلى منصات التتويج أيضا في أصدار قرعة محليا وعربيا وردود الأفعال من خلال رأسال الاتحادات أو مدربية المنتخبات الكثير من الأسئلة نصول ونجول فيها مع ضيوف البرنامج مشاهدين العزاء في الاستوديو السيد خالد بن علي المولوي رئيس الاتحاد القطري لكرة الطائرة ومدير المراسم والتشريفات بالدورة العربية وأيضا السيد علي بن أحمد الهتمي رئيس الاتحاد القطري للجنباز أيضا مشاهدين سيكون معنا عبر الساتيلايت الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة من عام اللجنة الأولمبية البحرينية بداية نمساكم الله بالخير وياهلا 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 مرحبا فيكم أبدأ قبل ما نروح للطائرة أبدأ من الجنباز وآخر استعدادات المنتخبات القطرية للمشاركة في هذه الدورة العربية التي تقام لأول مرة على أرضنا ونعول الكثير خصوصا أيضا من اتحاد الجنباز الذي بدأ في الفترة الأخيرة يعتلي منصات التتويج أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا شكرا لكم على استضافة وتصليط الضوء على الجنباز طبعا آخر استعدادات طبعا الفريق الآن بالنسبة للفني بنين وبنات وأيضا الترمبولين بدأوا في انخلاص في معسكرهم الداخلي وهذه آخر مراحل البرنامج المعد من قبل الاتحاد الغطري حيث أن الفريق خاض في معسكرات خارجية بدأت من هنغاريا إلى سولبينيا وبالمشاركة في بطولة سولبينيا وفي بطولة عالق اليابان والآن بالنسبة للبنين البنات كانت آخر مشاركة لهم معسكر في تركيا ومشاركة في بطولة البسور اللي كانت نتائجها تثلج الصجر بالنسبة للبنات الآن هما إلى أن تبدأ البطولة في معسكرهم الداخلي متى يبدأ المعسكر الداخلي؟ هما بدأوا يعني يدخلوا من يوم الخميس واليفاء وبيستمر؟ وبيستمر حتى انطلاقوا برورة نروح للجنباز ونشوف مدارة الاتحادات من خلال القرعة التي قيمت بالنسبة للجنباز يعني يختلف الوضع اختراف كلي على اعتبار المجموعتين تمت القرعة هم في البداية تم توزيعهم إلى مجموعتين؟ هم مجموعتين تم التوزيعهم حسب القرعة التي من يقع في المجموعة الأولى ويتاالي يقع في المجموعة الثانية طبعا عندما يقع في المجموعة الأولى يرح يجرب هم الفترة الصباحية sequently سوف يقول الرحيمة القرعة وبالذلك ولمجموعة آخر في الوف container هو الاختلاف في الوقت الممكن يلعب الفترة الصباحة يكون على ضغط اكثر أو الثاني يكون اكثر لكن هذا يعتمد أيضاً كلها على قرامة الموضوع من قبل يعني على السعدادات اللي توضع من قبل الاتحادات وتهيئة اللاعب المجموعات هاي القسمة مجمعتين طبعاً ما راح يصعد فريق أو فريق لا ولكن بالنسبة للجباز راح يعني من خلال التصويات المجموعة الأولة والثانية راح يطلع بطل الفرق من خلال اليوم الأول للبطولة على اعتبار من يجمع أكثر عدد نقاط بالنسبة لللعيب المشاركين راح هو يتوج بالذهب وبالتالي الثاني والثالث يجيب عدد احنا في مجموعة الفترة الصباحية ولا المسائية بالنسبة للمجموعات احنا نقع في المجموعة الثانية اللي معانا مصر واليمن وسوريا وأيضاً المجموعة المختلطة لأن هذول المختلطة للبنان وليبيا والمغرب هذول اللي مشاركين بالفردي فحطوهم في مجموعة واحدة على اساس أن يلعبون مع بعض نفس على نفس الجهاز وبالتالي الجزاء ومصر أيضاً هذه مجموعتنا نرجع تحدثنا قبل الفاصل عن وضع القراءة ووقوع المنتخبات وأنه على مجموعتين وبنظام تجميع المقاطلان كيف حظوظنا من ضمن المنتخبات اعتقدنا داعش اللي موجودين في هذه الدورة العربية نعم بالنسبة للمشاركين في البطولة ثلاثة عشر دولة طبعاً حظوظنا أكيد يعني متساعدة طبعاً رجال السيدات تتكلم أنا أتكلم لك الآن عن الرجال هما ثلاثة عشر بالنسبة للسيدات بيكون بطولة فردية على لأنه ما اكتمل النصاب الغنوني عشان تكون بطولة فرق الفرق اللي سجلت فقط قطر ومصر أما باقي الدول المشاركة فقط كانت مشاركتهم فردية لذلك البطولة ستقام على نظام الفردي وليس على نظام الفرق بالنسبة للسؤال طبعاً حظوظنا متساوية هنا يعني من يؤدي كفريق كامل بتركيز أكيد حيكون يعني العامل الأكبر هو يعني هدوء اللاعب وتركيزه وطبعاً لما يؤدي الجملة بنظافة من دون أخطاء طبعاً هي في المحصلة النهائية بيحصل أكبر مجموعة من النقاط وبالتالي رصيدة يرتبع ويرتبع رصيد أبلاده وبالتالي راح يحافظ يعني على مستوى من أداة في جميع الأجهزة السدة فأتمنى طبعاً التوفيق لجميع الفرق احنا ما ذكرنا الفترة الصباحية ولا المسائية بيكون منتخب الإشارة الفترة المسائية طبعاً في البطولة لأن احنا واقعين في المجموعة الثانية وراح نبدأ يعني في الفترة المسائية هي ميزة الفترة المسائية أنا أتكلم بميزتها أنت عرفت المجموعة الأولى عرفت الفرق منه اللي يعني أعلى وتبدأ تعمل حسابك على اساس أنت تكون الأفضل بالتالي يعني يكون نوع من الأرياحية بالنسبة لك عشان أنت عرفت المنافسين الآخرين وبالتالي تبدأ في تجميع أكبر عدد من النظار عشان يعني أتعديهم وتبقى يعني نقدر نقول عن التأحيل نفسي بترجل قولنا بأي لعبة من اللعبات تحتاج إلى التأحيل النفسي والذهني وتحتاج إلى البدني فهي عملية متكاملة لإعداد بطل وبالتالي فكل اتحاد أكيد يعمل على جميع الجواند لا يعمل على الجانب الرياضي فقط ولكن أيضا النفسي والبدني والذهني قريتنا بتحدثنا الآن عن 21 اللعبة هل كان بالإمكان أن الوفد البحريني يشارك بأكبر من هذا العدد بأكثر من 21 اللعبة؟ ولماذا لم يتم أيضاً أنا حسب ما عرفت أن الجنباز ما رح يكون مشارك أيضاً في الدورة العربية سبب عدم المشاركة؟ نوضح للجمهور طبعاً هو طبعاً الوضع الجنبازي بحكم وجود لحالي وهو عارف بخوايا الأمور واحنا لسه يعني نأسس الاتحاد وقاعد نقف معه وندامه لكن طبيعة المشاركة 21 اللعبة هي سياسة خبناها في اللجنة الأولمبية بحيث نحن نضغط على اتحاداتنا للاتحاد اللي ممكن يأدي ويقدم مستوى يعكس الرياضة البحريني مشرفة هو اللي رأيه يشارك أما البقية اللي بغير مشاركة فاحنا نعمل معاهم وفق خطط إن شاء الله في النسخ البادمة من الدورة العربية نحاول أن نوصلهم لهذا المستوى طيب تعليق علي الهتب نحن شيرها الله يمسك بالخير أولاً ومستوى التوضيح يعني الاتحاد البحريني يمكن الجنباز من عدم مشاركة في هذه البطولة طبعاً الاتحاد البحريني من الاتحادات الجديدة والوليدة والحديثة أيضاً لذلك انضماننا أولاً للاتحاد الدولي والاعترافة سيكون تصويت عليه الاعترافة بالاتحاد البحريني الجنباز سيكون في المكسيك في الاجتماع القادم للاتحاد الدولي والآن بالنسبة للمكتب التنفيذي تم الاعتراف بالاتحاد البحريني يتم تسميته عضو في الاتحاد الدولي في الاجتماع القادم فلذلك يتم طبعاً كل الاتحادات المنظمة تحت منظلة الاتحاد الدولي لها الحق المشاركة بالبطولة العربية على اعتبار أن الاتحاد الدولي هو يشرف على هذه الأعباء من خلال الاعتراف الدولي للاتحاد الدولي بهذه الألعاب وهو تسجل من ضمن رعاية الاتحاد الدولي ولذلك في مثلاً السودان أيضاً كانوا ما يحق لهم استسجيلهم عن عندهم فرق وشاركون في البطولات العربية لكن لأن البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي لذلك يشترط هو الانضمان الاتحاد الدولي أولاً ثم مشاركة بهذه البطولة طيب، أنت تكلمت الآن عن الجنباز بشكل مفصل قبل شوي لكن لو نتحدث عن كم لاعب يشارك اتحاد الجنباز نعلم تماماً أن الاتحاد الجنباز يعوّل على أربعة أو خمس لاعبين هو الفريق؟ نعم، أو بعد خمس لاعبين بالكثير على إحراز الميداليات خلنا نقول سواء رجال أو سيداء وهذا يحسب لكم بكل تأكيد خصوصاً اللعبة فردية وتلاقون منافسة من قبل الاتحادات الأخرى في استقطاب العديد من المواهب الرياضية ولكن هل في أجيال قادمة؟ هل في عمر أيضاً زمني لهؤلاء اللاعبين؟ يعني نقدر نقول سنتين ثلاثة وخلاص فعلى دنيا السلام اتحاد الجنباز؟ ولا في أجيال قادمة؟ في عمر طويل يلاعب الجنباز ممكن يا عمر؟ هو اللاعب الجنباز متما امتهن اللعبة يقدر يعدي وفيه أمثلة كثيرة موجودة تلاقي اللاعب يصل إلى أربعين شنة ويتخصص يصبح يلعب في جهاز محدد فلذلك يعمر في هذا الجهاز يعني نشوف اللاعب يلعب على الحصان القفز أو الحلف أو العقلة أو هكذا فالتخصص متوسط الأمر نقدر نقول؟ هو يعني ثلاثين هو متوسط الأمر لكن فيه طبعاً قلت لك يعني اللعبة اللي تتميز فيه جهازه ويتم يمتهن هذا اللعبة كمهنسه ويسترزق يوصل يعني فيه أمثلة يعني آخر بطولة في اليابان اللاعب الألمانية من أصول أسباكية يعني هاي ما شاء الله يعني ثمانية وثلاثين سنة وتلعب يعني عندها تلعب حصان القفز الزوجه عندها عيال حسب معه ما ما وصلت لها عندها عيال أكيد الزوجه عندها عيال لكن احنا ما حضرناها رسها أنا أقصد من هذا الموضوع يعني الزواج مش ممكن يؤثر في النهاية الموضوع يعني هو اللاعب اللاعب طالما يعطي تمرين حقه فيهدر يستمر وعطاه يزيد كثر ما أعطاه وركز في تمرينه ما فيه عائق للاعب الجباس أنه يستمر إلى ما بعد الثلاثين إذا يعني حفضح الحافز عنده والداخل خلقوا الاحتراف هذه اللعبة فهو أنا نقولك امتهانة للعبة هو احترافة بالمعنى الصحيح لهذه اللعبة ويعني يصبح لهم مصدر علي بالمشاركة النسائية نربط ما بين المشاركة النسائية في هذا الموضوع وأنتو أكيد لكم في اتحاد الجنباز باعر خلنا نقول ليس بطويل ولكن إنجازات كبيرة في هذا الموضوع أنا أتمنى إن شاء الله فعلا أن تكون إنجازات الفني بنات خصوصا يعني إن الفرق يعني إحنا البطولة لكن أتمنى تكون فرقية إن هذه البطولة لأن كنا يعني من الاتحدات التي استعدت بالنسبة للفني سيدات استعداد جيد لكن البطولة ما يعني أصبحت فردية على اعتبار إن العدد اللي يسمح لقامة البطولة بالبطولة فرقية ما تم ولذلك تحولت البطولة إلى فردية لكن إحنا نعوّل على يعني اللاعبات اللي راح شوقهم تحديد ضيوفنا في السيديو علي بس الآن كم ميدالية ممكن تعولون عليها من خلال الدورة العربية للأمانة طبعا إذا تسألني عن المستويات لا المستويات يعني مثل ما أنت مستعد أيضا الدول الثانية مستعدة بالتأكيد مثل ما أنت عندك عبطال أيضا الفرر الثاني والدول الثاني عندهم عبطال وعلى مستوى مش عربي مع المستوى عالمي بعد الدبلوماسية نقدر نقول كم ميدالية أنا مصر الحد الأدنى خلنا نقول الحد الأدنى يعني أنا أو هدف الاتحاد خلني أقولك هدفك الشخصي بالنسبة يعني أنا يعني أنا يعني بكون بعيد عن الدبلوماسية أقولك بالنسبة للفرق إحنا يعني عندنا فريق يعني أكثر من من جيد وراح ينافس وراح يكون إن شاء الله على منصات التدام في الفردي العام أيضا آخر بروتين للبطولات العربية محمود أيضا من الأبطال العرب وله النصيب إن شاء الله في الفردي العام وعندي أحمد أيضا من الأبطال الواعدين ناصر من الأبطال الواعدين محمود الأمالك أيضا الجازي شادن كلهم وأهلين بس إذا كان فيه التوفيق من رب العالمين والتركيب عندهم أنا كلمة عجواتني للشيخ أحمد يقول لك دائما أبذل قصارة جهدك عتم الوجه الحقيقة لك وفي النهاية التوفيق في علم الطيب طيب السؤال الأخير أيضا لخالد خالد الآن بكل أمل مجموعة يعني حتى في النهاية في حالة التأهل المنتخبات قوية أقوم الدولة العربية الماضية كلمة صحيح كيف ننظر المنتخبات؟ بالفعل تحقيقيا لذلك نقول دائما حامد خلنا نقولك يا نحن نهدف أن نكون متواجدين على منصات التتويج وبقوة عادي كلمة وبقوة هذه تفسرها بالشكل اللي شوف نعصب لكن عملنا وهدفنا نتواجد وإن شاء الله راح نكون متواجدين وأقولك راح نكون متواجدين وبقوة ما في أي مشاكل أي إصابات والله إلينا نحين يعني في إصابة لي لاعب يا رب إن شاء الله لاعب جدا مهم في الفريق وإن شاء الله يا رب من خلال الأيام القادمة من خلال مستشفى سبيتان راح يعطونا تقرير تقيم حالة اللاعب يعني عن مدى إمكانية مشاركة في هذه الدورة ولا يكون لاعب جدا مهم ومحوري في الفريق فأنتمنى يا رب أن يكون مشاركة يا رب لكن عندنا البديل الحمد ومسيرك المنتخب القاطر يحمل لا إن شاء الله لا إن شاء الله لأن أعتقد في أنكم مشكلة في المنتخب كلام صحيح والله الحمد الكبتين السعيد الجمعة وبرغبة شديدة من عند اللاعب نتجاوز الإشكالية كانت تواجهت لعب كلها الفترة الماضي وراح تكون موجود معنا إن شاء الله كلها المشاركة القادمة بتركك الكلمة الأخيرة حمد بداية أنا أحب أن أتقدم بكل شكل والتقدير إلى سيدي سمولة اسمه الشيخين محمد الثاني رئيس الجنوبية قطرية صاحب مبادراته كبيرة وهو من يقف ويرعى ويدعم الرياضة القطرية تحديدا ما في شك المبادر اللي أعلنها اسمه الشيخين محمد بدعم الفائزين بمبالغ مالية كبيرة وجوازهم في هذه الدورة رح تحافظ لكل الرياضيين العرب وليس القطرين طقا يعني لمشاركة بكامل فرقة و بالضغوب مثلا مشرف اللي يليق بالرياضة العربية هذه الدورة شكرا سمولا كلمة خيرة الله يخالي يسبقني وما ترك لي إلا أن أكرر الكرام اللي قاله و فعلا البطولة هذه ستكون بطولة استثنائية بكل جوانبها و خصوصا الجانب التحفيزي و مكرمة ولي العهد في أن يرتقي بالرياضيين العرب في مختلف الرياضات على اعتبار أن الحافز المادي للفائز رح يكون جدا مغري وهذه من الأمور اللي رح تشجع المنافسة فشكري لكل القيمة على الرياضة و أقول لهم إن شاء الله نكون نحن على قدر المسؤولين نحن في النهاية نتوجه لك رئيس تحدي القطر للجنباز بالشكر الجزيل لحضورك لحلقة هذا اليوم لإعطانا مزيد من التفاصيل عن هذا الاتحاد و عن المشاركة في الدولة العربية و أيضا شكر موصول لأخي خالد المولوي رئيس تحدي القطر للطاولة لحضورك و أنا ديروكم من شغالكم خصوصا أنتم في المراسم والتشريفات و أيضا علي ماشاء الله مارسك أيضا بإضافة الاتحاد الجنباز أنا أشكر لكم جدا على طعنا هذا الوقت التمين من وقتكم نقول لكم بالتوفيق و إلى الأمام دائما مثل ما عودتونا يا الاتحادات إن شاء الله شكرا لكم مشاهدينا قبل ما أشكركم من دو أنا أقول لكم التكفون بكرة برات منتخبنا